شهدت محافظة بنسويف إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة التكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية بمنح 70 طالبا متفوقا من جامعة بنسويف التكنولوجية منحا دراسية تغطي قيمة المصرفات كاملة مرحلة جديدة من مراحل عمل مبادرة التكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين أطلقتها مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه مؤخرا مع وزارة التعليم العالي النهاردة نحن من محافظة بنسويف نكرم أبنائنا المتفاقين والمتميزين بمنح التكافؤ من صناع الخير بالتعاون مع كيون نبي وتحت مزالة التحالف الوطن العمل الأهلي التنموي وبالشراكة مع سيد محافظ بنسويف وبنسلم 70 منح جديدة ب700 ألف جنيه وإن شاء الله مستمرين في 500 منح آخرين لجميع الطلاب الجامعة التكنولوجية على مستوى الجمهورية بقيمة تقدرية تقدر ب15 مليون جنيه إهداء من المؤسسة وشركاء آخرين من بعض الشركات والبنوك القطاع الخاص وبإذن الله مستمرين في هذا الدعم لطلابنا في دعمهم بعد التخرج 70 طالبا متفوقا من طلاب جامعة بنسويف التكنولوجية سيحظون بمنح دراسية تغطي قيمة المصرفات الدراسية كاملة على مدار سنوات دراستهم بالجامعة بشرط الحفاظ على التفوق طوال سنوات الدراسة المبادرة دي بتساعد أبناءنا الطلاب المتميزين اللي ربما يكون المئعق المادي بيمنحهم من استمرارهم متميزهم لكن الحقيقة بدعم من العمل الأهلي ومن المبادرة الطلاب دول بيقدروا يلتحقوا بالجامعة ويقدروا يكملوا دراستهم وإحنا بنفخر وسعداء أن معظم الطلاب دي حققوا نتائج امتياز وغايد جدا العمل الماضي عشان كده المبادرة مكملة معاهم وبيستمروا في تقدمهم وفي اكتسابهم العلم المنحة كانت ديتني دفع معنوية قبل ما تكون دفع مادية دفع معنوية أن أنا أكتهد وذاكر عشان أكون متواجد كل سنة طبعاً ديتني دفع معنوية أني أشالت عبء كبير من علي ومن علي والدي وللمرة التانية حابب أشكر مؤسسة صناع الخير المنحة وفرت علي جداً في المصريف وخليتني بدلاً ما أدفع المصريف أن أخذ بها كرصات وكمان المنحة ساعدتني أن أتفوق وأحاول أن أجيب تقدير كويس عشان المنحة تكمل معايا وتسعى الدولة للتركيز على دعم التعليم الفني والجامعات التكنولوجية وذلك من خلال تقديم منح دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين والنابغين غير القادرين للحفاظ على تفوقهم ولضمان تحقق مبدأ تكافؤ الفرص ترجمة نانسي قنقر